يا صواحي الوردة والفل والياسمين على الأخل وخط في الدنيا أزيقوا عاملين لأي رب تكونوا بخير وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات النهار ده بقى يوم جديد وروتين جديد نقول الدعاء بتاعنا اللهم صلى الله عليه وسلم وبركة على سيدنا محمد والإله وصحبه يا إجمعين نقول الدعاء بتاعنا اللهم صب علينا يا خير وصبا صبا صبا ولا تجعل عيشانا كدن اللهم هدنا لصالح العمل والأخلاق لهذه الصالحة إلا أنت وصرف عندي سياحة لا يصرف سياحة إلا أنت الله مسترنا في فوق الأرض وطحة الأرض ويوم العرض عليك ربنا يا رب يجبر بخاطركم كده يا رب ويجعل ساعة الدنيا بين يديكم ويتعمكم يا رب ما يحرمكم بارك لك يا رب في أولادكم يا رب قدر يا كريم كل اللي بيسمع الدعاء يا رب ويسمع الفيديو وحطيلي اللايك ويسمع الفيديو وحطيلي اللايك ربنا يا رب هيجع للدعاء ده من حدك ونصيبك النهاردة بقى زي ما قلت لكم النهاردة بقى فيديو كل نشاط وطاقة إيجابية طبعا زي ما انتم شايفين أنا أول حاجة كده قلت مننا لازم كل يوم نحط كده على الكرمب مية عشان يلف الكرمب والكنابيته الخاص لازم تحط عليه مية كده عشان يلف معك تمام فقلت بقى أنا لقيت بصراح ثلاث كرمبات كده قلت بقى إيه لقد اضمتلوا عليه getan كما نسلقهم ونضعوا وهذا فليزر طبعا زي ما انتم تعرفين جيما كده عشان يومياتي طبعا فقال اللتي في عمله هو التي Brother في الفيديو. يلا بقى يلا بقى اخش على الفيديو حطوا لي بقى اللايك. حطوا بقى اللايك لاختكم ايرو. نبصوا هنا الكرومبات تانية بصراحة انا لقيت تلات كرومبات تلافين ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده هم. تلاتة فقلت والله لاجي بغضة تلاتة يعني. هناخدهم بقى كده وهنطلعوا بقى فوق. بس هزا نقول لكم بقى هتعرف امتى هتقولي بقى على نفسك انك ست قوية لما لما فعلا تقدري ان انت تبدأ من الاول يعني. شايفين هنا الكرنبيتة زي ما شايفين هي ما شاء الله الكرنبيت تلفز زي شايفين ما شاء الله. طبعا هتقول عن نفسك قوية لما لما تبدأ من الاول. طبعا لما يكون عندك كده قدرة انك تبدأ من جديد مهما كانت طبعا الصعوبات اللي انت بتقابليها. ومهما كانت اللحباتات اللي بتشوفها في حياتك. لما فعلا تقدري ان دايما تبدأ من جديد يعني. ساعتها بقى تقدري تقول على نفسك انك ست قوية يعني. طبعا احنا طبعا بناخد من بعض كده طاقة يجابية ان انا طبعا ان انا ايه. لان انا مسلا بعمل اي حاجة قدامكم عشان نكون عندك طاقة يجابية. انت تقومي التعملي لو انت مسلا عندك ترت قومتك نسيله لو عندك مسلا ايه. ايه شقيتك في شغلان ولا حاجة قومت تشتغليها. والله يا جماعة لما تقومي كده تشتغليه بصوا انا عندنا في الفلاحين بقولوا ان الشغلة ده صابوني جدا يعني تمام. اول ما تسحي بدر كده وفي مسلا عندنا بيقولوا من الشغلة البدرية منسية. لما تسحي بدر كده وتعملي كل الشغلة اللي تحس ان انت طوله النهار كده عندك نشاط يعني انا بصراحة انا بنقوم كده نشر قبات قهوة سادة. ونقوم كده نستعز بالله بنشطان الرجيم واعمل وص بادور على اي شغل ان انا نعمل. هتبصي تلاقي بقى ان انت تتخلص اللي وراكو كله. وتلاقي نفسك طول النهار ان انت نشاطة يعني. هنقسم بالله بصلي الفجر وما بناه. مش هنقوم بقى اللي انا بقوم بنشتغل يهيطة ان احنا مسلا عندنا حاجة ننزل عندها واللي عبوسهم. يعني انا بنتين نقعد على السيران رشوية قرآن. واقولوا لادة ما بيروحوا كده للشيخ الساعة ستة ونص كده او سبعة اللي ربع. بقى اشوف اللي ورايا يعني. نقل طيغة نفترم. تبصي تلاقي بقى ان انت لما تبدأ يومك من النهار يعني من بدر كده تلاقي ايه. كل طوله النهار بقى ايه. جسمك فيه طاقة ايجابية كده. اعطي مع كناست كده قدام البيت وورا. عشان طبعا اه اتجاو زي ما انتو شايفين كده شوية شمس وشوية هوا فان ايه. بطنطلعوا المعيز وورا بتاع بابا يعني فلاقيت بابا اللي يضي الصحة كده جاي بعيش للمعيز. قلت ما لما نقبل كده نخطم منه. ونحطهم للمعيز ونطلع المعيز يعني بر. فعمي هنا بقى كان عمي بايع بيته هنا والبيت هنا ايه. الناس بيعملوا عندان وكده. فاااا. قلت ناخد منه كده ااا براوتين كده كده اااا كده اااا. asks يعني. قطينة كده لان الحتة ديت كان فيها مواسير اللي بيراوي منها شالوا المواسر ديت عشان احنا مكان شايفة ان ندخلوا الغاز والمواسر دي محدودها فاحنا شلنا المواسر اللي في الشارع كله طبعا الشارع بتاعنا صغير زي ما انتم شايفين كده يعني فقلت بقى ايه نساوي الحتة ديت ونزراحها برضو ايه خضار يعني عشان رمضان كل سنة وانتم طيبين يبقى عندنا اقدار وعندنا حاجة حلوة يعني الخضار طبعا في رمضان مطلوب يعني خلصت بقى وقلت ايه نطلعه نقل كده ونامل ايه برا من محش معانا يعني ايه نام المحش هو صابح كده بحب بصراحة الكورمب لما يبقى في الارض كده بحب ان انا نجيبهم الارض ايه وعمله يعني بحبه صابح يعني تقول ان انت لسه عاملة محش بصة جماعة ايه لما اتدور على الفيديو اللي انا نزلتها هتلاقي ان ايه كله اسبوع يعني انا كله اسبوع بعمل محش بصراحة يعني بصراحة بحب المحش محش الكورمب بالذات يعني لا اله الا الله جبت بقى بصلتين كده وقعدت بقى قلتهم على فكرة انا مش بسايح مش بحمر البصلة جماعنا ببدأ دوبتها شويحة كده لان بصراحة ايه مش بحب بحمرها يعني كان عندي هنا كيس صلصة في الفيليزر طلحته طبعا عشان انا بصراحة غيرت برا فاقلت ان انا ايه مش حانطها بطماطم وكان عندي طبق طماطم وقلت ان انا احط صلصة وخلاص وحطت هنا بقى جزارة كبيرة مبشورة هتقولول الجزار والله يجامع الجزار بيبقى على الطماطم الجميل يعني جربوا كمان حطيت انا معلات كمون ومعلات فلفل قصمرة ومعلات كوز برا ونص معلات ملح وحط مكعباية جبت بقى هنا الكرومب واعطت بقى ان هنخروع وكده طبعا الكرومب ده عشان هو لسه صابح الورق ذات نفسه يعني تجي تحملكها بتلاقي ايه ترشق في دك كده يعني فاقلت ان انا ايه عشان ما يبص بالصوم اهو شايفين قلت بقى عشان ايه ما يبص مني لأ هنشيلوا الراس من فوق كده بدر ما نبوز الكرومبا نشيلوا الراس من فوق كده ونقود اللي جوان عمله مخلل والبقى ده نسلقه يعني شايفين اعمل الخطة ده ما تخافيش يعني هتحط بقى الكرومبا بحالة في ايه شايفين حط الكرومبا كلها في التشت يعني او في الحالة اللي انت بتعمليها هنعمل كده تشتين عند تشتين صغيرين كده كانا ايام زمان كانت العروسة بتوت تشوت من ديها اسمه مجور يعني عاملة واحد فيهم نتنظيف الطير وعملة الثاني ان انا نسلق فيه الكرومبا نسلق فيه حاجة كده يعني تبقى نضفت الثانية قلت ان انا ايه نسلق كل مرة واحدة ونحشي الاول على قد اكلي واللي يفضل بقى منه نحط في الكسين في الفليزر بصراحة حطت في كسين يعني لا تلت كياس حطت تلت كياس في الفليزر يعني هنا بقى الحالة بقى اللي عندك بتحطيها تحط بقى فيها معلقة كمون وتحط فيها معلقتين ملح وكبار الشراع بقى الثانية عند نترى تغلي وتحط الأول كده على قرنبة وتحط الأول ا recognized اجتلك ان تتسحبي منها بصوهة بتسحبي بقى человека ما تحطني اول باول مش من جوا بتسحبي اول ورقة منظر كده نده واحد ting سلقط وطالع ماءكة جميلة كده نتخفيش يعني بسوه طبعا الكرومبا ده ليس ت regard tu ماء بصراحة لا ترى waar quer pet نقطع الكرومب على قد الصباح وصلت الروز نأخذ المحشي واطلع على السطح أول ما طلعت فوق لقيت الشمس راحي طبعا في مثلا عندنا بقولك الجيز هيحبها الشمس طلع له وبصراحة جيزي بيحبيني خالص بصم الشمس راحي طلعت الشمس راحي كان هنا بعملوا نقول لي حسن حسن بقول لي ماما نسق عيان قلت له بصي حسن في عندنا مثلا بول كذا كذا فقعدت نتري انا وحسن يعني ربنا يبارك لي في ولادي يا رب خلصتهم بقى حشو ونزلت تحت كده وحتاطلهم الشربة كان عندي بصراحة شربة لو كنتم تشوفتوني وانا بنعمل الطماطم كده كنت عطى الشربة تغلي عملت كده برامين صغارين لولادي ثلاثة لكل واحد برام وعملت بقى هنا البرامين براملية وبرامل ماما برضو اللي يده الصحاني لان يا جماعة انا كل اللي بيسألني بقول لي يا ديوة ابوك وامك ايو يا جماعة دول ابوك وامك مش حماية وحماية دول ابوك وامك لو حماية وحماية برضو بعملوهم من عينيه الاثنين يعني عشان في ناس سألوني هما دول ابوك وامك ولا حماك وحمااتك لا دول ابوك وامك ولو حماية وحماتي برضو بقول لكم هعملوهم بعناية الاثنين والله العظيم حطيت بقى كده المحش بقى في الفرن وعدت بقى طبعا هتقولي كل حاجة بتعملها في الفرن ووسط الجمال انا بحب بعمل كل حاجة في الفرن ده عشان الغاز غالي وكل حاجة غالية بصراحة فانا بصراحة ايه نقول نوفر ايه اه حاجة يعني مدام في صحة ربنا يدينا الصحة يعني رب وكده نعمل وخلاص يعني وبيبقى الحاجة كمان في الفرن ده بيبقى لها طعم تاني بصراحة هنا بقى لما الفرن لما المحش بيخش على طياب خلاص يعني هيتب بقى وخش على طياب كده ويخلص الشرب بتحت ويعني يشربها بننجي يحط له معلقة زبدة او سامنة انتم سايحها على وش او ما فيش سامنة وتحط الزيت والله العظيم بيفرق في الطعم جربت الطريقة ده اتواع تدعيل لما يخش ايه يعني ما يخلص بصراحة في الوقت ده كده لما يشرب الشرب خالص اللي فيه بتسقي زي الرز كده بيبقى جميل هنا بقى اول مغلة كده بطلت على كده ولعب ولدي بقى كانوا جانين اجياء وكان ساقع كده قليما ما احنا جانين قلت بقى ناخد المحش ونطلع بقى على السطوح بقى ناكله قال له يلا ناكلها السطح والطول يلا ناكلها السطح هنا الصينية كدها تيجي القدام والبرايم يلا الحمد لله خطوا بقى وطلعت فوق كده بقى نوريكم البرام بصوا ما شاء الله شايفين ننزل بحلو ازاي والله كان شوية محشي بص انا بحب بصراحة ناكل مع المحشي طماطم بحب الطماطم مع المحش وحطينا بقى الزاتون وده كان الفيديو بتاعنا لو الفيديو اعجبكم ما تنسونيش في اللايك والكممنت بقى الحلو اللي زايقوا اللي بيشجعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته